ترأى سامعالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى عمل الجلسة السابعة والعشرين للمجلس في دول العقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس وناقش المجلس خلال الجلسات تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموفقة على انضمام مملكة البحرين لاتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965 وتهدف الاتفاقية لتسهيل الحركة البحرية للسفون أثناء مباشرة رحلاتها الدولية من خلال تبني عدد من المعايير والضوابط المعتمدة والتي من شأنها تقليل الزمن المستغرق لإكمال إجراءات دخول السفينة إلى موانئ الدول وتسهيل عملية مشاركة المستندات الواجب حملها على متن السفينة قبل وصولها إلى ميناء المقصد وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورساله إلى رئيس مجلس النواب لحالته إلى صاحب اسم الملكي رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم كما ناقش المجلس التقرير التكملي للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض إحكام القانون بشأن تنظيم سوق العمل والذي يهدف إلى وضع ضوابط محددة لتكاليف استقدام العمال المنزلية في ظل التصاعد لتكلفة خدمة استقدام العمال المنزلية ومن في حكمها وقرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض إحكام القانون بشأن تنظيم سوق العمل وحالته إلى الحكوم المقرى لوضعه في صيغة مشروع قانون مملكة البحرين بحاجة لها الاتفاقية وعلى ضوها الاستفادة الاقتصادية من السياحة والاتفاقيات اللي من النوع هذه لها مردود اقتصادي وسياحي وهذه طبعا يرد بالنفع على مملكة البحرين وأتمنى أن الازدهار والتغدم لمملكة البحرين في ظل سيدي جلالة الملك المحظم حفظه الله ورعاه قدمت لجنة الخدمات اليوم الاقتراح بقانون في مجلس الشورى في جلسة اليوم والخاص بموضوع الحد من المغالاة في ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية لأن تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتنظيم هذا الموضوع قانونيا باعتبار أنه هي الجهة المسؤولة عن موضوع العمالة بشكل عام في مملكة البحرين بالنسبة إلى هيئة تنظيم سوق العمل كجهة من السلطة التنفيذية يجب أن تقوم بدراسة سوق البحرين في هذا الموضوع وأن تقوم أيضا بدراسة هذا الموضوع مع الجهات المعانية الأخرى أيضا مكاتب الاستقدام الرسوم المفروضة من هذه المكاتب بالنسبة تذهب إلى التفاصيل في هذه الرسوم موضوع التكلفة وبالتالي في الأخير نطمح إلى موضوع السيطرة على المبالغ هذه التي تدفع من قبل المواطن وتثقل كاهل المواطن بجلب العمالة المنزلية ترجمة نانسي قنقر